اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سهل امور التبضع للمواطنين بالتأكيد اليوم نشوف انه المشاريع اللي تفتح في كافة المحافظات وكافة مدن العراق خصوصا اكون مدن نوعا ما تكون بها مظلومية لان هما ما متوفرعتهم المحال التجارية الكافية المولات الكافية اماكن الترفيهية الكافية فضروري جدا انه اليوم عدنا مشاريع كثيرة وعدنا امكانيات كبيرة جدا من قبل بعض المستثمرين وايضا بعض الجهات المختصة بهذا الموضوع انه اليوم مفروض انه هما يقسمون الاماكن التجارية على كل العراق مو فقط في محافظة معينة مو فقط بالعاصمة بغداد اليوم نشوف انه هناك زخم جدا كبير من المولات والمحال التجارية في بغداد اليوم اي مساحة فارغة نشوف انه هي المساحة انه هدمت او مثلا بناية غير مسكون بيها نشوف انه هي انه هدمت وصارت يا اما مول يا اما محلات تجارية طيب انه هذا الزخم اللي دي يصير داخل بغداد دي سبب ازمات اقتصادية ببعض المحافظات ثانيا دي يعني بصراح انه دي سبب ازدحامات خانقة في نفس الوقت اكو بعض المدن والاقضية والنواحي والمحافظات بها قلة من المحالة التجارية والمولات فضروري جدا اليوم انه احنا نوزع هذه المحلات وايضا المولات والماكن التجارية ولتسبب حركة اقتصادية بالمحافظة او بالمدينة توزع على جميع محافظات ومدن العراق مو فقط في منطقة معينة لانه هنا مو فقط انه اليوم التاجر او المستثمر رح يستفاد من هذا المشروع حتى ابناء هذه المدن ممكن انهم يفتحهم باب رزق لانه اكيد اليوم يعرف انه اي محل تجاري كبير او اي مول موجود او اي مكان يكون نوعا ما واسع من ناحية المساحة وايضا بعدة اماكن يعني وعدة محلات ممكن انه هي تشغل يد عاملة احنا اليوم قدنا يد عاملة بنسبة جدا كبيرة وايضا يعني ممكن انه احنا نحتاج الى يد عاملة في هذه المحلات التجارية وايضا يعني ممكن تحل ازمة بعض الشبار طبعا احنا ننسى اليوم انه نعايد كل الطبقة الكادحة من العمال في عيد العمال يوم اثنين خمسة يصادف عيد العمال اكيد يعني يتمنعهم الصحة والسلامة والرزق الوفير وكل عام وانتم بألف خير مشاهدين الكرام اكيد ما زلنا مستمرينكم لكن عدنا انتقاله الى تقرير من قضاء بلد مع الزميل علي الربيعي حول هذا الموضوع احنا نروح نشوفه بعد اكيد راجعنا ياكم لأول مرة في مدينة بلد مول للملابس النسائية بادارة المرأة البلداوية افتتح مول بلد للملابس النسائية لأول مرة بالمدينة ليختص ببيع الملابس النسائية وبادارة المرأة البلداوية اذ لاقى اقبالا واسعا من النساء لتنوع الملابس ومن ماركات عالمية مختلفة اشتركوا في القناة 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 العراقية وجميع الأقضية والنواحي اللي هي تكون أطراف العراق لأنه اليوم نشوف أنه قلة في هذه الأماكن اليوم أنه ممكن أنه بعض العوائل تسترع تروح للأسواق الشعبية يعني ممكن أنه تكون الأسعار أرخص نسبية من المولات لكن مثل ما تعرفون أنه يكون سوق شعبي وأيضا ممكن أنه يتعرض للتحرش تتعرض لهذه الأمور يعني بالتالي أنه هاي الأمور ما تشوفها ولا تصادفها قلة جدا في المولات وفي الأماكن التجارية الكبيرة لأنه بالتالي هاي أكيد الأماكن رح تحتوي على سيكوريتي وعلى كاميرات مراقبة فتكون هذه الحالات جدا مقلة في هذه الأماكن لكن أنه إحنا نتمنى أنه هاي التغيرات العمرانية اللي داي يصير وهذا البناء وهذه تجديد للبناء التحتي أنه هو يظل مستمر لأنه بالتالي هذا رح يضيف إضافة جدا جميلة إلى جميع المحافظات رح تكون كل محافظات بها أمران وبها أماكن تجارية وأماكن ترفية حتى المولات اليوم أنه إحنا نشوف أنه هي تحتوي مو فقط على الملابس نشوفها متنوعة من كل احتياجات البيت وحتى الرجال والنساء والأطفال والبنات والشباب لكل الأعمار وحتى مفارش وحتى أمور المطبخ وهذه التفاصيل اللي تحتاجها المرأة بالبيت بالمقابل اليوم نشوف حتى أماكن مخصصة للعب الأطفال فبالتالي اليوم أنه لأي شخص أنه يخاف على أطفال أنه يريدهم أماكن عامة أو مثلا يعني أنه يريد يتبضع وأيضا ما عنده أحد يكون ويا أولاده وكأنه يخليهم بالمكان المخصص للأطفال ويكمل تبضع أو تكمل مستلزمات اللي محتاجتها المرأة من نفس الوقت اليوم نشوف أنه هاي الأماكن وفرت فرص جدا عمل جدا كبيرة للشباب والشابات اليوم نحن نشوف أنه نسبة جدا كبيرة من الشباب والشابات اللي هما متواجدين داخل هذه الأماكن التجارية بالإضافة أنه اليوم نشوف أنه أكون لهم خريجين ممكن هو يكون وعنده مشروع خاص به أو فكرة معينة بالتالي اليوم هذا المكان رح يهيئ للتحقيق هدفه لأنه أكيد نعرف أنه اليوم أي شخص عنده مشروع في باله وممكن أنه يريد يفتح محل خاص بيحتاج لكثير من المصاريف وأيضا يعني يتبعها كثير من التفاصيل ويحتاج لها مبالغ مادية جدا كبيرة لكن هاي اليوم المحل التجارية والموالات وإذا تتيح الفرصة لهم يعني توفرهم الكهرباء وبعض المستلزمات الخاصة وأيضا مكان يعني المحل أو مثلا يكون المكان اللي صغير ممكن هو يستأجر من الموال نفسه رح يكون إلى يعني يعني دافع وأول خطوة تكون ناجح في سبيل أنه يفتح مشروع دائما نشوف أنه أغلب الناس يالتجاه إلى هذه الأماكن فممكن أنه يكون أكيد باب رزق ويربح المشروع الخاص بي لكن اليوم ضرور أنه من أي شاب أو شابة أنه ممكن أنه يكون خريج أو تكون خريجة لتستنقفون بالعمل بهكذا أماكن لتستنقفون من عمل بأي مكان مفقط للموالات التجارية لأنه اليوم يذكر أنه أنا خريج كذا كلية وكذا أختصاص ما معقول أنه أنا أشتغل بمول أو أشتغل يعني بائع لبعض المنتجات بالعكس بالتالي هو العمل لكن العمل يكون بشرف ووفق حدود ووفق ضوابط بالتأكيد إحنا ما نقدر نتجاوزها لكن ضرور أنه الشاب أو الشاب إذا ما لقوا تعين أنه يشتغلون ولحد ما يكيد بيوم من الأيام أنه راح تصادفكم فرصة أنه أنتوا يعني تكملون حلمكم وتشتغلون بإختصاصكم الدراسي مشاهدة الكرام هذا كان موضوع حلقتنا لهذا اليوم من خلال فقرة رأيك مهم رح ينتقلوا إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي فقرة مبدعين فقرة مبدعين يحدث عن الفنان المصري العربي أحمد زكي خلونا نروح تشوفه بعد تكرار عجلناكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحمد زكي أحمد زكي هذا الفنان لترك بصمة بكل عمل قدمه لترك بصمة بكل عمل شارك به اليوم نشوف هاي الفنانين اللي ألهم واع كبير بمجال التمثيل والدراما والأخراج وأيضا تقديم البرامج اليوم مفروض هؤلاء يعني القامات الفنية سواء كانت عربية أم عراقية بصراحة تدرس كمناهج لأنه هم متكاملين من ناحية العمل وناحية الاحترافية بالعمل أيضا اليوم موعد بأنه الممثل إذا كان مبتدئ أنه يتعلم من غيره سواء كان ممثل قديم أو حتى جديد لكن إلا تاريخ جدا عريق في مجال الدراما اليوم نشوف كثير من الفنانين اللي يتواجدين بالساحة الفنية سواء كان عربيا أو عراقيا لهم تاريخ جدا جدا كبير وأيضا أعمال جدا كثيرة فاليوم نشوف أنه أيضا لكن المجيل جديد ووجوف جديدة تطرع على الدراما العراقية بصراحة اليوم هذا الشيء جدا مفرح لأنه إحنا لنشوف الدراما العراقية هي باستمرار وابداع يوم بعد يوم خصوصا بالمراحل الأخيرة فترات الأخيرة وفي شهر رمضان شفنا وجوه جدا جميلة جميلة وجديدة وأيضا قدروا يثبتون وجودهم في عالم الدراما العراقية وقدروا أيضا يوصلون إلى العربية بوقت جدا قصير أكيد هذا الشيء ما يجي بدون مجهود وبدون تعب وأيضا اليوم أي شخص يقدر يثبت وجوده في عالم الدراما لازم يشتغل على نفسه صح ويختار الأدوار اللي تكون مناسبة لشخصيته مشاهدي الكرام أكيد ما زلنا باستمرين ياكم لكن عندنا انتقال إلى فاصل غنائي قصير ومبعد أكيد راجعا ياكم حالكم الله مجهد مشاهدي الكرام هيا عودة وياكم من جديد من بعدها الفاصل الغنائي الجميل وأكيد ما زلنا مستمرين وياكم لكن وصلنا إلى فقرة خطار الظهيرة وخطار الظهيرة وضيفنا اليوم في الستوديو الكاتب ومدربة للتنمية البشرية علي رحمن عبد نورتني أستاذ علي ومساء الخير والعافية أصلي سلمك أصلي سلمك حياك الله أستاذ علي مرح تحدث عن الهوية الوطنية أي نعم اليوم موضوعنا طبعا مهم بالوقت الحالي عن الهوية الوطنية لأنه نجي نشوف شبابنا مو بس الشباب يعني بالأموم المواطنين يفتقرون الهوية الوطنية وانتم ماهم للبلد أول شي نعرف الهوية الوطنية شنية الهوية الوطنية هي لكل بلد أو أمة خصائص ووسمات تتميز بها نعم خصائص ووسمات تتميز بها من خلال هذه الخصائص تشعر من خلال الانتماء لهذا الرقعة الجغرافية تنتمي إليها أو للأمة نعم الهوية مهمة بخصوص الأمم أجمع من خلال الهوية ترتفع شأن الأمة ومن خلالها تتواصى بالعدم للهوية خصائص يعني خصائص مهمة مثلا من خصائصها الرقعة الجغرافية من المهم أنه إحنا الأمة لها حدود دولة أو حدود قارة هاي تختص الهوية تخصص الهوية يشترك بها كل الأفراد الساكنين بها يكون هويتهم وحدة نعم أدنى التاريخ مادام أنه هما اعتمدوا مادام هما اعتمدوا بهوية برقعة جغرافية وحدة فأكيد راح يكون تاريخهم مشترك من خلال الحضارات من خلال الأزمات اللي مرت على هذا البلد من خلال الأحداث اللي مرت عليهم وعلى أجدادهم سابقا أستاذ علي اليوم عرفنا أنه مفهوم الهوية المطنية لكن احنا نريد نعرف العناصر العناصر التاريخ الرقعة جغرافية الاقتصاد أهم شي عندنا عند المواطن حاليا خاصة في هذا الزمن هي الفلوس إذا ما يكون اقتصاد الرقعة جغرافية أو الأمة متميز ما راح المواطن يشعر بالانتماء ما راح يشعر بالوطنية ما راح يشعر بالأمان والاستقرار في هذا المكان فرح يغير هويته يلجأ إلى دول أخرى مواقع جغرافية أخرى يقوم ينتمي الأمة مستقرة اقتصاديا ماليا أكثر مثل ما شفنا بالأزمات الاقتصادية صارت أكيد هنعرف أنه اليوم أنه الانتباع للوطن شيء جدا جميل وأيضا دائما نشوف أنه العراقي لهم في الترابط روحي مع العراق ومع الانتماء لهذا البلد والروح العراقية نشوف أنه حتى صعب على بعضهم أنه يكون مغادر خارج العراق لفترات طويلة هذا السبب أو الأمر اللي خلى هاي التماسك هي ميزة رقعة جغرافية مالتنا العراق موقع الجغرافي المميز هاي نقطة نقطة ثانية الأحداث التاريخية المميزة والحضارات اللي مرت بي تاريخها عريق حضارات عديدة سكن بي أولياء صالحين وغالي البيت فهذا الشيء إلى تأثير إيجابي ومباشر على المواطن ونقدر نقول أنه سلالة واحدة أكثريتم ينتمون إلى سلالة واحدة مو متعددين الجنسية فهذا السبب اللي يخلى أنه عدنا وطنية وحدة انتماء واحد أستاذ علي دائما نشوف أنه أحنا من أكثر البلدان اللي هو يكون متعدد للطوائف والأديان اليوم لكن في نفس الوقت نشوف أكو في التآلف وألفة جدا عجيبة بين هاي الفئات المختلفة تقريبا نحن أكثر بلد بالعالم متعدد بس لكن يعني نشوف أنه أكو في التآلف ومحبة وسلام بين أفراد الشعب العراقي اليوم شون يعني من خلال حبهم للبلد أو من خلال السلام الداخلي اللي موجود داخلهم هاي أمر ترجع أولا الرابط الديني نعم هاي أهم نقطة التزام الديني بلد مسلم نقطة ثانية التاريخ العريق لهذا البلد نعم يعني السلام والأهم من هذا أنه صار الأهم من هذا أنه الحروب التعرض لهذا البلد فمن خلال الحروب راح يكون تآلف راح تزيد الوطنية عند الشخص عندما يدافع عن بلده عندما يضحي عندنا كثير من الشهداء ضحوا من أجل هذا البلد فهذا السبب اللي خلوهم أنه تكون روح وحدة تماسك ما عجلهم تفرقة بين شخص وشخص آخر بين طائفة وطائفة بين مذهب ومذهب فهنايا كان للديانة أولا وللظروف الصعبة تماسك ودور مهم طيب اليوم شنو أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية أهمية تعزيز الأمن يعني أكيد هو لما نحن نطلب من المواطن الهوية الوطنية وانتمائة وخلاصة للبلد لازم نحن نوفر له الأمان العدالة الاقتصاد هذه للبلد وأهم شيء الأمان عدم التفرقة حق العمل حق الرأي فهذه الأمور كلها راح يشجع المواطن على الانتماء للبلد وللهوية يكون عندها أقوى والأهم من هذا حاليا الاقتصاد والتطور عدنا نشوف العالم سرعة تفائقة بالتطور لازم من الحكومات تطور تطور باستمرار مثلا توفر دراسة توفر وسائل تعليم حديثة توفر مثلا إذاعات عالمية وكالات من ناحية الملابس الطعام من ناحية المواد مو بس هذني يعني من كل النواحي لازم توفر تطور نعم طيب أستاذ علي بما أنه أنت مدرب تنمية بشرية وأيضا كاتب بانتقال إلى التنمية البشرية قلة من الناس تعرف شنو مفهوم التنمية البشرية يعني ما عندهم الوعي الكافي حول هذا الموضوع فالشرح مبسط يكون حول التنمية البشرية التنمية البشرية من قواعد الحياة الأساسية المهمة واللي أهم شيء بالتنمية البشرية هو الدين الإسلامي نعم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حثنا التطوير الإيجابية والقرآن موجود هو كتلة من الإيجابية المتكاملة اللي من نحتاج أنمي للأي كاتب إلى أي شيء نذهب إلى إلى القرآن فالتنمية الشرط أنه يعني بالنسبة إلي المفروض تدخل بالتعليم بالابتدائية تنمي الإنسان من ناحية التصرفات من ناحية سلوب الدراسة سلوب التعامل هاي هنا يتنمي فن الكلام والأحاديث كلهم هاي لها دور التنمية أستاذ علي أنت ذكرت لي أنه يدخل في المراحل الدراسية لكن نشوف أنه بعض التعاليم الدينية اللي موجودة بكتاب الله المقدس والقرآن الكريم هي حرفت واليوم نشوف أي عالم يجي أنه يفسر الآية الفلانية حسب قناعته هو هذا سبب يعني شنون أقول ماكو متابعة ماكو رقابة لو كانت أكو رقابة نعم كان ما حد تجرأ وصارت هكذا أمر نقدر إحنا نحتمد على أشخاص موثوقين على مراجع دينية ثابتة على كتب دينية على القرآن الكريم يعني يكون اعتمادنا على القرآن الكريم والحادث النبوية بالتأكيد طيب اليوم شون تساعد الإنسان بتطور نفسك كتنمية بشرية حسب المجال اللي هو محتاجه في بعض الأحيان يكون مجرد شنون نقدر نقول حالة نفسية نشوف أول شي شخص شنون إلها علاقة بقانون الجذب؟ الجذب يعني يعني يوم أنه بعض الناس تجمج بين التنمية البشرية وقانون الجذب نوعا ما بس مو يعني ترابط تام مو ترابط تام لا مو ترابط تام هي التنمية البشرية لازم المدرب يكون عنده سلوب الجذب سلوب التعامل اللطيف على مد يوصل المعلومة وينمي الشخص المقابيلة نعم ما هو أنه ما عنده اسلوب تعامل ويجي ينمي ما راح يقدر ينمي ولا راح يقدر يوصل المعلومة إلى أستاذ علي وصلنا إلى ختام حديثنا لها من الوقت وزيدة استمتعت الحديث ويأكل التوفيق عليك نشوف هذه الآلية وبعدها أكيد راجعنا لكم موسيقى طبعا هي المصلحة أخذناها من والدي بعدين بدينا حياتنا شوية شوية دراسة وعمل دراسة وعمل اللي حد ما ضبطنا المصلحة والحمد الله والشكر صار إنا صيت وإنا زباين والحمد الله والشكر معروفين وزباين نتج من كل المحافظات طبعا عدنا سايد سيارة شارجر صاحبها من الحلة والحمد الله دم اشتغلها نبدلها فريز بعد الفحص طبعا يعني بعد ما فحصنا السيارة عدنا أجهزة حديثة تبحص السيارة فتبين عندك ليك أو فريز أو أي شي بالسيارة طبعا الفحص والشحن هاد كله أجهزة حديثة فتح دشبول كادر هندسي خاص يفتح يشد الدشبول وبيه ضمان ينطي كل السيارات عامة الحجم وبالشارجر والحمد الله والشكر وغاز طبعا أحسن الماركات الغاز اللي نجيبها بالسوق عدنا الشارجر 134 اللي نستخدمها الأصلي 1134 1120 1234 وأكو غاز يجي غير هذا هذا الغاز إذا نديره اللي عادي يقوم المنظومة أول شي يقوم الفريز يعني ما يطول برودته مو قوية نفس الغاز الأصلي اللي هذا لأنه هي أرقام الشركة لما خليت لك أرقام لازم مشتغل عليها أكو نازلة تشتغل تدير غاز أرخص وصحي أرخص بس ما يمشي هاي راح يتعب المنظومة مال تبريد كلها بدل ما يخسر 15 يخسر بعد كونه فلوسي الأسعار طبعا عدنا عدنا الأسعار من 50 ألف توصل للمئتين دولار بسا عدنا الغاز المضبوط سعره مئتين دولار هاي كو زبان ما تقدر تقول لك أنا هذا ما أدير الغاز غالي فننجبر ندير غير الغاز موقف واحد من يومهم فتحنا دشبول وشديناه وريد السيارة تشتغل ما تشتغل زيان رجعنا فتحناه لقينا فيش صغيرة اللي هي رابطة بالعقل ما شاد بيها هذا الموقف يعني مهانسة أو برنضان كان الصايم ما اشتغل السيارة وهذا الموقف طبعا مهانسة يدي صير هكو عروض بس هو الغاز الغالي يعني ما تقدر تسوي بيه عرض يعني حتى لو ربحك شي بسيط زيان بس انت مشتغل العروض يعني شا سوي إلا جيب شي مو زيان شي رخيص علي وأنا استفاد بيه بس نفس الحالة راح اضل اضر صاحب السيارة راح ينضر بهذا الموضوع وأنا مستفاد موسيقى 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 تحتم بكل المهن اللي موجودة داخل العراق وايضا اليوم نشوف بحث الكثير من المهن اللي هي جدت من الدراسة خصوصا الأمور الميكانيكية اللي تقص السيارات اليوم نشوف انه اكو شباب هم خريجين و قالهم هذا الواهس بمهن السيارات بالتالي اليوم نشوف انه بعض المهن تكون جدا ضرورية وتكون جدا مصدق يعني جدا مهمة ل Risdar رزق لبعض يعني اليوم نشوف انه بعض المهن انه هي استورثوها عن اباؤهم واجداتهم مثلا اليوم احنا اليوم ادنا هذه المهنة وهي تبريد السيارات اليوم جدا ضروري انه بصراحة انه شخص انه يكون داما فاحص لهذه الامور اللي تخص السيارة بصراحة انه ما انه ممكن لش قوية بهذا الوضوع لكن اليوم انه التشيكي اللي كامل لتبريد السيارة وايضا الاهتماع بيها في فصل الصيف جدا ضروري لانه احنا شوية يكون جو عندنا يعني الصيفي كلش حار وارتفاع بدرجات الحرارة يعني ممكن لا سمح الله لشخصا يكون انه ما عنده تبريد او لأوقات جدا طويلة تحت تأثير شعة الشمس والحرارة ممكن انه يسبب لبعض الامراض يعني فلتفادي هاي الامور اما انه هو يرتب وضعه داخل سيارته اما هو يكون يعني مأجل اوقات عمله للحظ ما تكون شوية انه تشمس يعني وقت الغروب او الليل في سبيل الهوم يتعرض للضربات الشمس وهي الامور الحرارية لتأثر على صحة الجسم مشاهدة الكرة بكيد ما زلنا مستمرين لكن عندنا انتقالة الى فقرة اخرى من فقراتنا وهي فقرة مدن فقرة مدن حدث اليوم عن بحيرة الرزازة وتعد منها من احد البحيرات المهمة في العراق من ناحية الخيرات وايضا توليد الطاقة الكهربائية وايضا تروة الاسماك اللي موجودة بهذه البحيرة خلينا نروح نشوفهم بعد اكيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بحيرة الرزازة هي مسطح مائي يقع منقسم بين محافظتي كربلاء والانبار يستمد مياهه من نهر الفورات وتعد ثاني اكبر بحيرة في العراق وهي جزء من وادي واسع يضم بحيرات الثرثار والحبانية وضحر النجف وتقدر مساحتها الكلية بحوالي 1810 كيلو متر مربع وتبلغ سعتها الكلية للخزن 26 مليار متر مكعب فيما يصل اقصى منسوب للخزن فيها 40 مترا فوق سطح مستوى البحر وكانت موجودة منذ العهد العثماني او قبله وهي على شكل منخفضات مائية متفرقة وكان نهر الفورات كثير الفيضانات ويهدد مدن العراق وبالاخص العاصمة بغداد فتكونت فكرة العهد العثماني بتحويل قسم من مياه الفورات عند الفيضان الى الصحراء الغربية لدرء خطر الفيضان عن بغداد وباق المحافظات فاستخدمت المتفجرات لحفر ممرات مائية في الاراضي المرتفعة غرب الفورات وعند دخول الانجليز الى العراق انشغلت الدولة بالحروب وخرج العثمانيين من العراق وتأجل الموضوع وصورف النظر عنه والبحيرة تشبه بشكلها الكمثري رأسها الذي يقع بالقرب من بحيرة الحبانية والقاعدة العريضة تقع ضمن محافظة كربلاء وكانت البحيرة في السابق تتكون من هور ابي دبس الذي يقع شمال غرب المدينة وبحر الملح الذي يقع الى الشمال من هور ابي دبس مقابل حصن الاخذر وقضاء عين التمر وكان عبارة عن مستنقع شديد الملوحة ويقال ان بداخله عيون مالحة حيث كان يستخرج منه الملح من قبل الدولة ويباع الى المواطنين وكانت هناك منخفضات ومستنقعات مائية ممتدة تصل الى بحيرة الحبانية ومياه البحيرة الرزازة مياه شبه مالحة نسبة الملوحة فيها تتراوح خمسة بالألف في حالة ارتفاع مناسب المياه تصل الى ثمانية عشر بالألف وهي حالة انخفاض المناسب فيها والملوحة تتكون من كلوريد الصوديوم وكذلك كلوريد الكاليسيوم الذي يسبب عسرة المياه وعدم رغوة الصابون فيه اما درجة حرارة الماء فتتراوح بين التسعة عشر في شهر نيسان والواحد والثلاثين درجة في شهر ااب موسيقى وهذه عودة من جديد وياكم مشاهدين الكرام رجعنا وياكم من بعد ما شفنا بحيرة الرزازة ومقاحها جوراتي ويضا خيراتها وكل الاشياء المحيطة بيها وكل الجهات المحيطة بيها بالتأكيد اليوم العراق غني بثرواتها وببحيراتها وبنفطها حتى بابسط الأمور احنا عندنا خيرات جدا كبيرة اليوم عندنا كثير من البحيرات كل الاستفادة منها استفادة جدا كبيرة وهذه الاستفادة ممكن انه يتصب بمصلحة المواطن العراقي مثل توليد الطاقة الكهربية والاسماك وهذه الامور كلها ممكن انه نستغلها الاستغلال صحيح في سبيل انه احنا نوفر الخدمات الكافية للمواطنين خصوصا للمواطنين اللي يكونون هما ساكنين بقرب من هذه المناطق دابعا نشوفهم انهم نقصوا ببعض الأمور مع العلم انهم قاعدين بمنطقة بها خيرات جدا كبيرة يعني ما من الممكن انه احنا بلد الخيرات اليوم عندنا نقص بالخدمات لحد هذا اليوم عندنا شوارع منبلطة لحد هذا اليوم احنا نعاني من قلب الكهرباء ولحد هذا اليوم انه احنا نعاني من مشكلة جدا كبيرة وهي مشكلة الماء مشكلة الماء اللي بدأت تنحل وقبل يومين تقريبا قرأت على احد مواقع التواصل الاجتماعي انه المي اللي موجود في نهرين دجلة والفرات لا يكفي لعام واحد طيب انه احنا بلد النهرين يعني هنا يعني مني نقول انه النهرين يعني تستوقفنا هذه الجملة لانه اليوم اكو مناطق ما نتوصلي لها اصلا للمي واكو مناطق ايشة انه يشترون للمي شراية طيب اين دي روح المي ليش فدى يساون اتفاقيات ويدون للمجاورة في سبيل حل مشكلة المي اليوم عندنا مزارعين الضرروا صيادين الضرروا ناس عندهم اعمال تخص الاراضي الزراعية وهذه الامور كلها ضررت طيب احنا طيب انه اليوم بعض المناطق ناس ما عندهم مي ممكن هم يحفرون ابار في فصل الصيف طيب انه يا متى احنا تبقى هذه وضعية المي بالعراق ما حد يعرف فنتمنى انه تنوضع خطة باسرع وقت في سبيل انه احنا نتلافى هذا الموضوع مش سرعتنا كارثة بيئية بالعراق انه التصحر وصل لأعلى درجاته للأسف في نهر ججلة وخصوصا للفرات ايضا فنتمنى انه تنوضع خطة عمل وخطة حل انه ينحل هذا الموضوع باسرع وقت ومي الضرر المواطن اكثر واكثر مشاهد الكرام اكيد ما سلنا مستمرين اياكم لكن عدنا انتقالة الى فقرة اخرى من فقراتنا وهي فقرة حرك نفسك مع الكابتن نوار النعيمي كابتن نوار اتحدثنا عن تمرين الدواخل والخوارج خلنا نروح نشوف وبعد اكيد راجعين اياكم سعاد خير رحبت المشاهدين تحياتي لكم من اوربت زمد سيدياركم اخوكم كابتن نوار النعيمي تحياتي لزمنات وزملاء في استوديو ورنامج اسلاح تظاهرة جهاز خوارج الرجل جهاز الخوارج والدواخل هذا الجهاز من توفر بكل فاعة اكو فكرة خاطئة يعني يا ربا اول شي هذا جهاز تاكيميري جهاز مو بكلش اساسي جهاز مو بكلش قوي ليش حاطي بالجهاز باللطاقة تكوانة عدد ليش الموضوع مو يتي الموضوع اسمه يخدع خوارج الرجل دواخل تتخيلها خوارج كاملة دواخل لا هو يشتغل على جزء صغير هذا يشتغل على هاي المنطقة فقط منطقة صغيرة منطقة يعني وكذلك الدواخل يشتغل على منطقة بالإنر تاي الفخد الداخلي اذا ما يشغلها هاي عبالة زاوية تبيرة تشغيلها يحتاج مش تضيق بفوال تمارين خلنا نبدأ شوفكم اياه شوف يعني مثل ما تشوف سهل ما يحتاج وزن عالي مبالغ بي تبدي تاخذ بهاي الطريق واحد انين ثلاثة اربعة اول خطأ يسوون ناس اللي هو اللي يرجوع الى الامام يتقدم الامام حتى يصير الوزن لما تقدم الوزن يصير يسهل فتقدر ترفع وزن عالي والله شنو اصور فيديو قبض الجهاز ومفخر لا عزيزي هناك ترفض الزاوية لازم ظهرك يكون مستند على المصطبة ثم بحركة تفتح نقطة بعيدة ثم ترجع ثلاثة أربع ولا تخليه يطخ أبدا ثم تاخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة حمسة ستة ممتاز هنا اشتغلت كلش ممتاز هناك تمرين ينأخذ خاصة للنساء جدا ممتاز لشد هاي المنطقة لكن دخلنا بجد الجد هو من السوي على الخوارج هنا مشكلة طبعا هو يجي جهاز كومبو هذا كومبو بس أكو جهاز يمنفصلين هنا صار دواخل الرجل شوفوا الموضوع اختلف واي أول شي هذي خطر لني أسلكم إصابة بمنطقة الفخذ الداخلي فمن تبدي لازم أول دفعتين تحاول تساعد نفسك حتى مجرد تحمل منطقة ثم من الشيء الموضوع ايزي تبدي تأخذ فالسهولة انت حاليا قاعد شغل منطقة الفخذ الداخلي مو كاملة جزء صغير منها أبدا لا تسوي هاي الحركة شوفوا هاي هاي الحركة يقفون فوق حتى يساعد وزن لنسويه يا ربع هلح تشي هو من التمارين ما تحتاج رفع وزن عالي يشي أجهزة ما تحتاج رفع وزن عالي هذا الجهاز يشتغل على العضلات وليس الدهون إذا عدتكم دهون هنا أو هنا هاي تنزل بالغذاء مو بالتمرين هاي يشد العضلات ويرتبها باقي نضاق فوقها هاي طبقة ما الدهون انسوه التكرار المناسبة هاي التمارين 3 في 20 3 في 25 الخير وما مدة إيدة 4 في 20 يحتاج تكرار عالي أنا ونفضل وزن مبالغ بها التمارين صراحة فقط للمتقدمين والمهترفين إن شاء الله ما طاونا عليكم تحياتي بكم انتقال لسي مناسبة بسكو جيو برنامج السرعة تضيارة شكرا للكابتة النواري النعيم يعني على هاي النصائح اللي داما يقدمني من خلال الفقرة الرياضية وشهد الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم على حسن وطيبة المتابعة وشكر خاص لكل كادر العمل وكادر البث المباشر اللي كان يمرافقني على مدار الساعة من الوقت انتظرونا يوم غد إن شاء الله بيوم جديد وحلقة جديدة إلى اللقاء موسيقى